بلعب السكين المحليين لأي دولة دور مهمة كتير بعيش تجربة ممتعة أو ذكرى حلوة خلال رحلات السفر فحصن الضيافة والاستقبال والترحيب بيترك أثر حلو كتير وبيحسس السائح بالانتماء لهالبلد مش بالغربة فخلونا نتعرف على ألطف المدن بالعالم لسنة 2017 بحسب دراسات استخصائية لمسافرين عندهم خبرة من مختلف الدول هالمدينة المليانة بالحياة عندها كتير نقطة إيجابية حكيوا عنا المسافرين من طقس الحلو لمطاعمها الرائعة أكل الشهي ونشاطاتها الملائمة والمتوفرة لكل الأعمار وهي دا كله بفضل مجتمع النابط بالحياة ووجود السكين والعيال المكسيكية بالمدينة حافظ على أجواء حية ومثيرة للاهتمان بيرث أستراليا نجمة أسترالية صعيدة بفضل ازدهار مطاعمة وأماكن السكن فيها هي عاصمة ولاية أستراليا الغربية والمدينة الأكتر كثافة بالسكين فيها غوثنبرغ سويد هي تاني أكبر مدينة بالسويد بتشتهر بالتاريخ والثقافة والفرص الفريدة لاستمتاع كافة أفراد الأسرة من المعروف أن الشعب السويدي ودود وبحب السائحين وممكن زيارة وحدة تكون لك مجموعة جديدة من الأصدقاء هي مدينة تاريخية قديمة بوسط البورتيغال بتحس لما تزورها أنك عايش بحقبة قديمة أو بمتحف مفتوحة للطبيعة الخلابة رح تلاحظ وجود معالم رومانية قديمة هي وحة من السلام المعابد والمساحات الخضرة وما فيكن تغادروا هالمكان قبل ما تعملوا برمة على الفيل أو مدينة الأشريعة وهي مدينة عالمية أنيقة محاطة بالمي هي مدينة ساحرة كل حياة تنقل فيها سهل جدا وفيك تحصل على كل يالي بتحتاجه من دون مجهود والناس فيها فرندلي وخدمين كتير بورتو البورتوغال تتميز بأن مدينة قديمة قدرت ترسخ مكانتها بعالم الصناعة اليوم بتمثل كنيسة ساو فرانسيسكو اللي بعود تاريخها للقرن الرابع عشر أحد أهم معالم الجذب السياحي بالبورتوغال وبتضم المدينة أقبية لنبيت بورت المحلي اللي أغلبها موجود بمدينة فيلانوفا دي جايا سيمريب كامبوديا الحلو بهالمنطقة أنه حافظت على الأثار الأديمة من أنكروات الموجود على علم البلد والوجوه المجهولة على معبد بايون الضخم بيروت لبنان قدرت العاصمة اللبنانية تحجز مقعد إلى بها القائمة فبيروت كانت وبعدها أرض الحضارة، تراث، سقافة، تاريخ، الفن والخضار والأهم أنه سكان المحليين عندهم ميزة الكرم والضيافة والاستقبال الضافة وبيروت نابضة بالحياة وبتتميز بأسواق الحديثة والقديمة وهي موطن للسهر والحياة الليلية والخدمات السياحية اللي كتير فيها دابلين إيلندا، الناس هني اللي بيحلوا هالمدينة، فالببز والمطاعم مليانين سكان محليين قد السواح وعم يحتفلوا بالحياة وبحسب عدد كبير من السواح، الإيلنديين هني قطية بشعب العالم هل سبقوا زرتها البلدان؟ إذا لا، شو بعدك ناطر؟ ترجمة نانسي قنقر